موجز الأخبار من المحور أهلا بكم تفقد الرئيس أسيسي صباح اليوم مركز التحكم المركزي لشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للإطمئنان على جاهزية المعدات الخاصة بغرف إدارة الأزمات وأكد الرئيس أسيسي أن هناك غرفا بجميع المحافظات مرتبطة بالغرف المركزية للطوارئ مشيرا إلى الاستعداد الكامل للتعامل مع أي أزمات تواجه المحافظات هنالرئيس أسيسي شعب مصر وقواته المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وأشر الرئيس أسيسي لأن نصر أكتوبر المجيد يعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديثة موجها تحية اعتزاز للقوات المسلحة رمز البسالة والتحدي هنأت أسعيد انتصار أسيسي شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بذكرى نصر أكتوبر المجيد وأشرت أسعيد انتصار أسيسي لأن نصر أكتوبر يمثل لحظة تاريخية لا تنسى جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية أكد مجلس النواب رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن ما يتضمنه القرار حول المدعو هشام قاسم يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية وأوضح مجلس النواب أن الدعاءات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية تفتخذ الموضوعية وكاشف عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية عن العملية الانتخابية